اشتركوا في القناة للاعتحاق بمعاقل فرع داعش بهذا البلد بطريقة سرية عبر تخوم منطقة الساحل والصحراء كما اثبتت المتابعة الامنية ان احد افراد هذه الخلية كان في طور الاعداد لصناعة عبوة ناسفة تقليدية الصنع بنية القيام بعملية ارهابية بالمملكة تهدف الى سقوط اكبر عدد من الضحايا سيرا على النهج الدموي لما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية وسيتم تقديم المشتبه فيهم الى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة